بعد كده بقى هنروح لمارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي جديدة مركز الأسبانية نشرت تقرير عن أفضل المدربين بالأرقام خلي بالكم في العام الماضي وتواجد مارسل كولر مع الأسباني جوارديولا المدير الفني لمنشستر سيتي انت شايف الأسماء اللي احنا بنقولها في المركز الثاني بعد تحققهم 40 انتصار مع أنديتهم مفيش خلاف أن مارسل كولر أصبح واحد من أفضل المدربين في تاريخ النادي الأهلي بعد محقق خمس بطولات متتالية منذ توليين مسئولية قبل الموسم الماضي مارسل كولر مش محل تقييم أبدا والأرقام هي اللي بتتكلم وماركا هي اللي نشرت التقرير ده وأشادت باللي قدمه مارسل كولر مع النادي الأهلي ويمكن التقرير ده جف وقته يعني بعض البرامج الرياضية بدأت تشكك في قدرات مارسل كولر مش عارف إزاي وهو اكتسح كل البطولات من أول يوم لي مع النادي الأهلي أعتقد أن في الفترة القادمة بعد الراحة السلبية خلال فترة التوقف الدولي هيكون فيه استفاقة كبيرة للنادي الأهلي والمارسل كولر في الدوري ودوري أبطال أفريقيا كمان فيه مشاركة في كاس العالم الأندية كل ده هيؤهل النادي الأهلي من جديد وخلي بالكم عادي جدا احنا لسه أول الدوري آه يعني ما كانش فيه توفيق في أول الموسم ولكن احنا الموسم اللي فات حصدين العلامة الكاملة فالراجل مش يعني إحنا الموسم ده بدأنا بمبارات قوية قوي بدأنا بدور السوبر بدأنا بالسوبر نفسه الأفريقي الإعداد البدني والزهني يعني كان ما يستحملش قوة المبارات دي واحنا تقريبا شبه المواسم متلحمة بعض يعني أول مرة نعمل فترة أعداد من مواسم سابقة كتير جدا فبالتالي لأ إحنا الراجل مش محل اختبار الراجل مش محل تقييم دلوقتي يعني الراجل قريدي حقق وحقق كويس قوي كمان يعني حقق موسم كامل حتى بكسل عالم للأندية بالمشاركة بكل حاجة هو محقق ومتأهل لكسل عالم للأندية اللي جاي فهو الراجل قريدي محقق العالمة الكاملة فمش محل تقييم وأتمنى أتمنى للناس تفهم الكلام ده شكرا لكم